غادر قبل قليل المصلون الفلسطينيون الذين أدوا صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي وسط ظروف استثنائية وعلى غير العدب بسبب ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية وبالتالي كان الاحتلال قد ديق على الفلسطينيين أثناء دخولهم الحرم الإبراهيمي فتش بعضهم ودقق كذلك في هويات البعض الآخر هذه الغرف التفتيشية التي تقام على أبواب الحرم الإبراهيمي والتي دخل منها الناس وبالتالي الأوضاع هنا صعبة جدا في مدينة الخليل حتى بعد مغادرة الفلسطينيين للحرم الإبراهيمي في ظل وجود عدد كبير من الحواجز على بوابات الحرم الإبراهيمي رائد الشريف الغد الخليل فلسطين